أعلن برنامج الرياض الخضراء عن انتهاء أعمال التأهيل لشعيب غذوانة أحد روافد وادي حنيفة والتي جرت خلال 34 شهر وأوضح البرنامج أنه تم تحويل الشعيب إلى متنزة يمتد بطول 5 كم و 200 متر لتحقيق المؤشرات البيئية الطبيعية ما يسهم في خفض درجة الحرارة وتوفير متنفس طبيعي للزوار ويضم المتنزة جلسات مطلة على الوادي تتجاوز مساحتها 65 ألف متر مربع و 13 ملعب للأطفال و مرافق رياضية وأكثر من 700 موقف للسيارات كما تم تنفيذ ممرات مشجرة على امتداد الوادي بهدف رفع معدل خطوات المشي للأفراد موسيقى